وأكثر نصف نهار وأربع دقائق على موجات لدعو الوطني التونسية مرحبا بكم من جديد في برنامج البلاد اليوم جزئنا أثاني كلام في السياسة نستقبل رئيس مركز الدراسات الاستراتيجية حول المغرب العربية الأستاذ عدنين المنصر سيد عدنين مرحبا بيك مرحبا بيك شكرا على استضافة شكرا لك أنت على قبولك الدعو إذن عدنين المنصر نحكيه معاك على قراءتك وتقييمك للمشهد السياسي العام اليوم تقريبا أكثر من أربعين يوم على إعلان رئيس الجمهورية سيد قيس سعيد العمل بالإجراءات الاستثنائية وفق الفصل الثمانين من الدستور شنية رؤيتك للمقالات المحتملة للوضع الحالي إلى أين تمضي الأمور بعد هذه الوضعية الاستثنائية حسب رأيك سيد عدنين المنصر هو في الحقيقة بنا نحكيه على خمسة عشرين وبعد خمسة عشرين خمسة عشرين نعتبره حالة طبيعية ونعتبر أن الوضع ساء وترد إلى درجة أن الناس الكل تقريبا كانت تستنى خمسة عشرين لكن من بعد الوضعية يشبها الكثير من الغموض لأنه رئيس الجمهورية لا يعبر عن أفكار واضحة بالنسبة لما يريد صناعته أو فعله واليوم خمسة واربعين يوم تقريبا منذ خمسة عشرين جويل ليست هناك يعني مؤشرات واضحة عما يريد الرئيس يعني أن يفعله على مستوى علاقة بمؤسسة الدولة على مستوى هناك انتخابات سابقة لأوان هؤلاء موقفه من الدستور هو يصرح بأنه يعني يحترم الدستور ولكن هذا أمر يعني يحتاج إلى كثير من نقاش حقيقة سواء في طريقة تبريره لإعتباد الفصل الثمانين أو في توسعه في استعمال الفصل الثمانين حتى أصبحوا كأنه الدستور كله هو يندرج تحت الفصل الثمانين في الوضع نفسه في الحالة يعني في الآن نفسه عنا تقريبا يعني شلل مؤسساتي والأمر لا يتعلق بالبرلمان فقط الأمر يتعلق بالحكومة ليست هناك حكومة في البلاد ويعني ما عداء الوزارات أو بعض الوزارات التي مرتبطة بالأزمة الصحية أو مرتبطة بمسألة التزود والتمويل التجارة وما إلى ذلك تقريبا بقية الوزارات هي في حال تشلل ليست هناك نقطة تنسيق اللي كان يفترض أنها تمثلها الحكومة والاجتماعات يعني الاجتماعات الحكومية والاجتماعات الوزارية هذا أمر واقع يجب حتى أنصار الرئيس يعترف به والحاجة الإضافية وأنك الضغوط بدأت تتصاعد لدفع الرئيس لتوضيح رؤيته والخطوات التي سيتوجب عليه أن يقطعها في جميع هذه المسألة اليوم أحكيت على الضغوطات أنت يا سيعدني المنصر اليوم فهما زوزة نوع من الضغوطات فهما نوع من التوجس الداخلي هو بداية من قبل منذ بداية الأعلان عن إجراءات 25 جوليا بعض البيانات للمنظمات الوطنية والأحزاب اللي يقول لك أحنا نسين دول إجراءات لكن ما فماش بضمانات واضحة لعدم العودة إلى الوراء وماذا بنا الرئيس يوضح توجه ويوضح خارج الطريقة متاعه اليوم هذه تتطورت أكثر فما تساعد لعضوعة في المناخ السياسي العام فما توجس من ناحية الحقوق والحريات إلى جانب ذلك فما نوع من الضغط الخارجي شفنا الوفود الأمريكية منذ 25 جوليا تونس استقبل التوافدين أمريكيين بيان مجموعة السبعة البارحة أيضا اليوم الضغط الداخلي والتواجس الداخلي نجم مثل دافع وضغط على رئيس الجمهورية بيش يوضح رؤيته أكثر وإلا ربما يزيد في غموض المرحلة هو الضغط الداخلي حاجة طبيعية واستجابة رئيس الجمهورية للطلبات الداخلية هذا دوره وقالت العرب من قبل بيدي لا بيدي عمر يعني نعم الآن الحاجة اللي ينتظرها الناس أو الحاجة المنطقية خير ما أتعرض إلى ضغوط خارجية وضغوط أجنبية لأنه تطرح مسألة السيادة تصبح والتأثيرات وما إلى ذلك خلينا نقولوا اللي في الساحة السياسية ثم عدة مواقف لكن خلينا نلخصوها أحنا في مواقف أساسية موقف الأحزاب أو القوى السياسية التي جاء 25 جوليا فدمر كل مقاومات سيطرتها على الوضع نحكي على حكومة المشيشي نحكي على البرلمان نحكي على الكتل الرئيسية في البرلمان الحزام السياسي لآخر حكومة وكل القوى السياسية التي فقدت الكثير من أو معظم مواقع التأثير الرسمية داخل المؤسسات في 25 جوليا وثم اللي يعتقد أنه 25 جوليا كان حاجة طبيعية وكان حاجة منتظرة وأنه كان يجب كسر حلقة العطالة والاستهتار والتعفن الذي كان في الوضع بالضبط وهؤلاء يعني ليسوا ممن يسير وراء الرئيس بعيون مغمضة يعني يحبوا يعرفوا فين ماشي بحذرنا يعني يعتبروا 25 جوليا كانت حاجة متوقعة وما يعني منتظرة منطقية وطبيعية لكن من بعد شنو 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 من بعد أحنا هل شنو شنو الأشياء اللي شنوها من بعد زيارة الرئيس الفجئية لبعض المخازن المواد السلاع لبعض التصريحات سواء تعلق بالأمر بالتصريح الأخير مع الحرس الوطني بالتصريحات في حضور الجيش بالتصريحات في بعض الاجتماعات مع الأجانب ومع ضيوف آخرين هل ما يقوم به وما يقوله الرئيس يكفي لإعطاءنا الصورة عما يريد أن يفعلها في البلاد دجاء هو فكرة أنه شخص الناس كل تنتظر في شخص فين ماشي باش تعرف شنو الموقف هذه وضعية غير طبيعية يعني صحيح التوانسة المشهد الذي كان قبل خمسة وعشرين يعني أصبح هناك الكثير من الشكوك في أنه يمثل الديمقراطية الحقيقية بل أصبح في نظر الكثير من التونسيين يمثل ديمقراطية الفاسدة ديمقراطية تواجهة تظهر الأمور ديمقراطية ولكن من داخل الأمور يعني تعيسة جدا ولكن ليس معنى ذلك أنه نسقط تحت الحكم الفردي وتحت حكم الفرد الواحد لأنه ورئيسنا في بعض الكلمات قال لا ما هوش استبلاده ما هوش دكتاتوري ما ثماش مشانق وما ثماش كذا نحكيوه على الحكم الفردي ينجم يكون الحكم الفردي ما فيه شي لمشانق والاعتقالات ولا أي شيرة ولكن القرار هو قرار فرد نحن الآن في الوضعية هذه لكن هذه وضعية استثنائية يفرض للفصل الثمانية ويفترض لا هو يفترض أنه يعني الرئيس لم يصرح حتى ما الذي دعاه لتمديد العمل بالفصل الثمانية أحنا طوال شهر لولت عدى ما صارش يعني جدل كبير كانت الناس تنتظر أن الشهر هذا يوفى يوفى وكثير من الناس لا يشاهد في بالها أن الرئيس سينه الحال الاستثنائي أو سيوضح لماذا مدد الحال الاستثنائي ورئيس في التمديد قال أنه سيتوجه في الأيام القرية القادمة بكلمة للشعب وهذا لم يحصل لم يحصل لرئيس لم يوضح لماذا إيما الذي يلزم اليوم الرئيس بشي يوضح عليه مدد يعني فما حتى يلزم اليوم بشي لا ملزم لا ملزم سياسيا ملزم سياسيا سياسيا لا شوف هو يفترض أنه 25 جويلة يفترض يحصل يحصل الوضعية أفضل مهزناش الوضعية أتعس صحيح ولا مصحيح نحن في وضعية أتعس لا مقولش وضعية أتعس أما نقول إذا كانت واصل الغموض هذا والشلال الحكومي والشلال المؤسساتي وتجرى الرئيس على إيقاف العمل بالدستور ومشافية على إيقاف دستور آخر وكل شيء بطبيعة الحال سنكون في وضع على الأقل توضيح الرئيس لما يريد أن يفعله وكون تقديم ما يكفي من الضمانات وأن ما سيحدث لن يكون دون تشاور ودون حوار بين التوانسة الرئيس يقول لا يتحاور مع الفاسدين أنا لا رأيتش الرئيسي لا أريد أن يتحاور مع الفاسدين وريد أن يتحاور مع غير الفاسدين اللهم التوانسة 12 مليون فاسدين ثم ضرورة أنه رئيس الجمهورية ليس في بيته الخاص يعمل اللي يحب هو الإنسان حتى في بيته الخاص ما يعملش اللي يحب يزم يشاور زوجته يشاور صغار يشاور جيران وساعة كل شيء أنت الآن في بلاد فيها نخب يعني عندها تاريخها وعندها إضافتها في شعب من أكثر بنسب تعلما مقارن بالشعوب الشقيقة والصديقة في وضعية عشر سنوات بعد الثورة وبالتالي من حقك من حق التوانسة ومن واجبك توجهة التوانسة أنك توضح الرؤية متاعك السؤال هو هل أنا للرئيس رؤي عدم يعني التقدم في أي ملف من ملفات هذه خلينا نسأل أسألة من نوع هذا يعني عدم خوض أي حوار داخل اليوم مع الأطراف السياسية والوطنية يخلينا نشكوا أنه رئيس الدولة ما عندوش رأية واضحة اليوم ما عندوش خارج الطريق هو الرئيس بين بالتجربة أنه لا يحب كثيرا الحوار حتى لا أقول أنه ضد الحوار هو قالها قال أنا لن أقوم بحوار وطني ذي واضح قال في أكثر من مناسبة يعني بنحاول أن نستقرأ من السلوك نحاول نستقرأ من السلوك السؤال وأنا سألته سؤال هذي أكثر من مرة هل أنه في 12 مليون هذون مثل ماشي ناس صالحي نجم تحاور معهم نحن في إصرار وترصد على الحكم الفردي هو ربما يعتبر أنه كنا في وضع سابق ما قبل 25 جوليا نظام سياسي يوزع الحكم على ثلاثة رؤسة الأمر الذي يخلى مصالح التوين سيضيعه ما تحقق حتى شاي في عشر سنوات بسبب نظام النظام السياسي الذي كنا فيه وهو الآن بش يعاوض كل مؤسسات هذا اسم الحكم الفردي بالضبط الحكم الفردي معدوش تعريف آخر أنت قلت الحكم الفردي مش بضروري يكون حكم أستبدادي هو يفترض حقوق الناس لا تتلخص فقط في أنهم لا يقعون تحت التعصف ولا يقعون تحت القمع حقوق الناس أنهم يتقع استشارتهم فيما يتعلق بحياتهم ونظامهم السياسي وتوزيع الثروة وما إلى ذلك يعني وقتل قيسعيد لا يمارس القمع على الناس رغم أن نقولو صحة لنا نقولوا لا نحن طلب هذا من تحصيل الحصل نحن طلبتنا أنه رئيس الجمهورية يوضح فين ماشي ولا تكون الاتجاهات التي سيسير فيها اتجاهات نابعة من قرار فردي الحكم الفردي هو مكروه وتجاوزته الشعوب ليس لأن وراءه قمع القمع ليس بضرورة لم تراكم تحصيل البوليس القمع هو منعك من أنك تعبر على رأيك عدم أخذ أراء الآخرين بعين الاعتبار هذا الحكم الفردي نحن هنا تقنيا في وضعية حكم فردي نجا ليس رئيس الجمهورية الجمهورية يقول الأحزاب فات عهدها أو فات عصرها ولكن قبل أن يفوت عصر الأحزاب أو فات عصر الحكم الفردي لكي تبدأ المسألة واضحة نتجاوز برشا برشا يعني سوء فهم شو رأيك عدنين المنصر في أنه رئيس الجمهورية اليوم يمتنى عن خوض أي حوار داخلي مع الأحزاب وبعاء مختلف الأطراف الوطنية والسياسية لكن في المقابل يستقبل الوفود الأجنبية ويتحاور ويستمع للوفود الأجنبية ويطمئنهم على وضع تونس ويطمئنهم أنه الوضع ذي استثنائي ولن يطول ولن يمتد طويلا وفي المقابل يستمع إلى الأطراف التونسية الداخلية في اجتراء الأمر هذي هذا يمكن يحتاج التدقيق أستاذة لأنه يستقبل مكتب التنفيذ للاتحاد الصناعة والتجارة السيد سامير ماجمونا واستقبل بعض الشخصيات الأخرى في إطار أربما أنا ذاك في بداية بعد 25 للبحث عن شخصية لرئاسة الحكومة وما إلى ذلك لكن هذا غير طبيعي هذا غير طبيعي لكن هذا كيفاش نفهمه نفهمه أنه رئيس الجمهورية عنده موقف من كل التنظيمات سواء كانت تنظيمات اجتماعية تلاحظ البرود اللي في العلاقة بينه بين اتحاد الشغل الآن برود كبير تقريبا ما عدا اللقاء اللي بعد 25 جويلة تقريبا ما استقبلش قياة الاتحاد وهذا غير جيد واستقبال الديوان الصناعة والتجارة عفوا الاتحاد الصناعة والتجارة كان في علاقة بمسألة تخفيض الأسعار وفيما عدا ذلك تقريبا اقتصرت اللقاءات على أشياء لا يمكن أن نسميها حوارات ذلك الرئيس عنده رفض كامل مش فقط للأحزاب هو حتى المجتمع المدني أو المنظمات المجتمع المدني يعتبرها تجاوزها الزمن طيب ما زلنا نعاود نعاود ننأكد لك اللي هدايا هدية من مميزات الحكم الفردية والرئيس يستقبل كل الذين جاءوا من الخارج لتوضيح ما يحصل بطبيعة الحال الرئيس من حقه توضيح ما يحصل ومن واجبه توضيح ما يحصل لهؤلاء الأطراف لهؤلاء الشركاء لكن قبل أن نمشيوا للشركاء الأطراف للأجانب أنت عندك شركاء في البلاد أنا شريك في البلاد أنت شاركته في البلاد هذه ما هو الأجدى أنك تستجيب لما ينتظره الناس من توضيح المسار لكي نستعملوا كلمة تصحيح المسار نقولوا توضيح المسار أو أنك تضطر لتبرير ذلك للأجانب وتضطر للاستجابة للأجانب تحت الضغوط مفهوم؟ وهو ربما هذا اللي يخلي الجبهة الخارجية أو الضغط الخارجي يقوى أكثر على رئيس الجمهورية كيف يشوفوا أن الرئيس لا يستمع إلى الأصوات الداخلية لا يستمع إلى الأصوات في الداخل بينما يستمع للأجانب أي في نهاية الأمر بغض ما ضر عليه مهومة وكيف يرى الأمور نعرف عنه حوالة لا يس assault لا يسوأ أنه من منظر الدار كيف يبدأ بعد ما توفى الأشغال. في حين أنه الدائن اللي يسلف الفلوس باش تعملك الأشغال. هديك عنده كل التفاصيل ويضغط من أجل حصول على التفاصيل. هذه وضعية في كل الحالات غير سوية. ووضعية عاجلا أم آجلا ستنقلب على الرئيس من ناحية أنه ستصبح كل القوى تقريبا بما فيها القوى اللي كانت متصارعة قبل أسابيع في البرلمان وغير البرلمان. ستصبح موحدة نوعا ما حول مطلب توضيح ما بقي من الطريق أو خريط طريق. الرئيس الجمهورية عندما يسأل عن خريط طريق يفترض أن لا يجبه بتلك الطريقة الساخرة. هذا مطلب شرعي للتوانس أبا شو يطلبوه. لا يمكن الاستهزاء بهذا الطلب. لأن الاستهزاء بهذا الطلب إما فيه احتقار للناس أو أنك لا تملك هذه الخارطة أصلا. لكن هو يحكي على الشعب التونس يحكي على الشارع الزخم الشعبي اللي خرج لـ 25 جولي يستند في رئيس ربما. رئيس الجمهورية يستند إلى هذا الزخم الشعبي إلى هذا الشارعية الشعبية. لا تفهمين نعرف هذا أمر أكيد. لكن الزخم الشعبي اللي تحكي فيه أراه أربع سنين لتالي أو خمس سنين لتالي الزخم الشعبي هذيك مشى صوت الناس أخرى. دونك التعويل على الزخم الشعبي هذيك فقط ما يكفيش للاستمرار لأنه وقت للناس تقع تحت تأثير دعاية مضادة مع صعوبات اقتصادية تصطنع أو تختلق للناس. الناس راهوا بعد نرجعوا أحنا بن علي في آخر انتخابات نتخبه أكثر من 80% واضح ولا؟ بعد عام ولا عام ونصف خبز وماء وبن علي لا فهمتني؟ بعد عام من الثورة رجع الحنين لبن علي دونك سيفولاتي بعد الضبط نحكيه على المزاج المزاج هذيك المزاج هذيك يتقلب بحسب الظروف يعني تصوروا أحنا عسب المثال رئيس الجمهورية يخلي البلاد ستة شهر من غير حكوم والأمور مهملة والمؤسسات واقفة حتى اللي باش يمشي يخرج مضمون ويلقى البلدية ما تخرج تلوش المضمون سيحمل المسئولية للرئيس مباشرة خطر أنت يقتل تنحي يا أستاذ جيهان الوساط اللي صنعتها الدولة تنحي البلدية وتنحي الأحزاب وتنحي البرلمان وتنحي الوزراء وتنحي الحكومة تولي آليا أنت مسئول على كل ما يعني يكون سبب انتقاد من الناس بل عسب المثال أنا ننقض البرلمان وننقض رئيس الحكومة وننقض رئيس الجمهورية الآن بما أنه هو السلطة الوحيدة العلوة الوحيدة في البلاد فإنه من الطبيعي كل النقد يتوجه نحوه ولا يجب أن ينزعج من ذلك عندما تأخذ بيديك مقالية كل الأمور دفعة واحدة فلا يجب أن تتعجب من أن كل النقد مهما كانت شرعية النقد هدايا هذا النقد يتوجه لك مباشرة نحكيه على مزاج ثم فرق بين الشعب وبين الشارع وبين المزاج نحكيه على مزاج الآن هو جزء من الشارع هو جزء من الشعب واضح لكن جزء ثم جزء من الشعب أيضا يعني ينتظر حتى يعرف من سيساند في كل الحالات رئيس الجمهورية يعني أخلاقيا وسياسيا وبكل المقاييس يعني يجب أن توضح المسار الذي ستسير فيه وأن تخضع للطلابات الداخلية أفضل بكثير من أن تبدو القرارات التي تتخذها وكأنها نتيجة استجابة للغطاء الضغط خارج يعني على الرئيس الاستماع قبل كل شيء إلى الأصوات الداخلية نص نهارة 23 دقيقة مزلت معنا سيد عدنين الموصر نرجع معك نحكيه على مقالات كل هذا وأي مصير للمسار الانتقال الديمقراطي في تونس بعد ما يرفع أذين صلاة الظهر ونرجع إذاعة الجمهورية التونسية مستمعين الأعزاء يرفعوا إلى حضراتكم فيما يري أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جورها الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله håكبر حكبر شكرا عشان للمسار حي على الفلاح حي على الفلاح حي على الفلاح حي على الفلاح حي على الفلاح